وصلنا لفقرة الجمال الأسبوعية واللي حنتعرف من خلالها على كيفية التخلص من الترهلات والتي توصيب معظم النساء في عمر محدد وخاصة في القسم الأعلى من اليد والقريبة من الأبد وطبعا تفاصيل مع زينة بواب رحبك زينة برنامج زينة يعني هاي المشكلة الليل بشو أسباب تكون هاي الترهلات في هذه المنطقة التحديدة اللي هي موجودة هون هلأ الترهلات بيحصلوا بكل مناطق الجسم بس في منطقتين بتكون كتير 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 بشعة يعند الرجل يعند المرأة اللي هي بتكون تحت البط يعني على الإيد وبتكون بين الإجرين هلأ من عدى أنه ترهلات البطن هاي دي لحالة طبعا فاليوم خصصنا الحلقة مشان الترهلات اللي هني تحت الإيد يعني تحت البط منطقة هاي دي معظم النساء بالأحرى كتير بيشتكوا منا لأنه طبعا إذا فيه أعراس ما فيهم يلبسوا فساطين إذا وقفوا على المرأة بتسبب لهم اكتئاب طبعا ومشاكلها بتصير أول شي بتكون شحم بعدين بيصير ترهل اللي هي زيادة الماء طبعا وما فيه إلى سن معين يعني فيها بنت تكون عمرها 21 سنة وعندها بتعاني من هاي المشكلة في عندي كتير بيجوني مادلز كتير حلوين عندهم هاي المشكلة فسبب الترهل ما خصوا بالعمر خصوا بالجنوين طبعا الإنسان يعني كيف هو بيحافظ على أكله على طريقة عيشته طبعا وطريقة ممكن طبيعة الجسم أيضا لو بنحكي على طريقة العلاج في هاي الطريقة استخدمتوا تقنيتين مع بعض خبريني أكتر عنهم هلا مثل ما بنعرف رولا المكانة لحالة واحدة ما فيها تعمل تحل مشكلة صح فبواسطة بعض الخبراء وبواسطة خبرة الشخصية قدرت جمع طريقتين مع بعضهم دمجتهم قدروا يوصلوني لحل إنه اتخلص من الترهلات الهنة تحت الإيدان ومثل ما هلأ رح نشوف نقات الموضل كان عندها مشكلتين اللي هي الترهل لأنه في عندها زيادة ماء بسبب ما بتشرب كتير ماء أو تعرضها للشمس كمان أثر كتير على إنه صاروا إيديا كتير مجعادين وبلس الدخان وكل هالقصص هايدي فإذا منلاحظ هون في عندها إيدتين حتى الإيدتين مش متساوين مش متساوين فاخترت أنا الإيد الأكتر كان فيها ترهل وأكتر فيها تجاعيد يعني وهيدي كل النساء عندهم هالمشاكل هايدي حتى بهالعمر تحديدة يعني بين السيدة كبيرة بالعمر مانا كتير عمرا يعني بالستينات بس إنه الترهل اللي موجود على هايدي الإيد فينا نشوفه عن ثلاثينات كمان صح مثل ما قلت مائل على قبل عمر شو عم بسيزة فهون مثل ما بنعرف نحن وعننا قردي شفنا قبل الكربو ديوكسايد اللي هو تني أكسيد الكربون هيدا أهم شي لعلاج التشققات والترهلات ما بيوجع ما فيه شي يعني خطير هي هو هوا مجرد عم بيفوت على المنطق اللي فيها الترهل شو بيصير هيدا المنطق اللي فيها الترهل وفيها اللفات اللي هن الدهون هيدا اللي سببت هالتراكم دهون سببت الترهل شو عم بيصير هوني عم تمتصى الخلايا عم بتسهل نشاط ترجع الدورة الدموية بهيدا المنطقة بالزيد عم فيه كمان كربو ديوكسايد كان موجود بالجسم بس ما عم بيقدر يتصرف لبرة فنحن فوتنا على هالمنطقة زيادة كربو ديوكسايد لنقدر نظهره لبرة ونخلي الأكسجين يبقى يفوت لما يفوت الأكسجين بنشط هالخلايا كلها بينعشها بيصير في كلها جان بنشط البشرة وبيخلي الدورة الدموية ترجع تتنشط بنفس الوقت بيكون عم مكسر الدهون أنا لبلوكيت الدهون اللي متراس بمحل المكان اللي احنا عم نعالجها ما هيدا طريقة لحالة بتكتفي اليوم فيه سلم انشايب مكانة كتير مهمة اليوم نعم نزلت على الأسواق الأمريكية وعننا إياها طبعا اللي وأوروبا كمان تعمل شو؟ عند الانفراراد والراديو فريكوينسي دمجتن مع بعضن هي من المكانات الوحيدة اليوم اللي بنفس الهاد بنفس الراس طبعا المكانة بنضخ الراديو فريكوينسي مع اللي هو زبزبيت الابر الكهربائية مع الانفراراد سوا عم بيحمي المنطقة لهالفات اللي اندرب من وراء الكربو ديوكسايد بيحمي لها يتفتفت لينزل وبنفس الوقت الراديو فريكوينسي عم بتشد وتبيد البشرة حالو يعني احنا شفنا يمكن لقطة سريعة عن قبل وبعد بس لو نرجع أطلب من الشباب نرجعنا على رضا كمان مرة لأنه لحظت الفرق كتير كبير كتير كماني أنا تفاجأت كماني بالهايدا بس ما أعرف ليش كتير سرعه هلح نرجعنا على رضا أكيد زينا قلتين لأنه اخترت اليد حط اللي فيها تراهل أكتر سؤالي هو أنه أنت قلت هناك يعني متعودين دائما هناك عمليات الشد لليدين شو الفرق بين هالتقنية اللي هي دمشت فيها تقنيتين وبين شد اليدين ليكي الشد اليدين اليوم مثلا في كتير ناس بيقولوا بيروحها الجراحة ليش طالما في اليوم عنا تقنيات عم تنوجد بتحل هالمشاكل هايدي دمشت أنا الكربو ديوكسايد كتير مهم لعلاجات أي مشاكل عنا إذا هي كان حفر بالوجه إذا كان سكارز إذا كان شو عم طبعا بيكتشف هي الطريقة برازيلية من الأصل يعني عم بيكتشف قديش مهم هالكربو ديوكسايد لنقدر نستخدمه بس بنا نعرف كيف نستخدمه اليوم لما عم تعمل عملية أنت بديك تشق تفوتي على العملية ما عم نعرف النتيج كيف حتكون بلس الشفط وورا الشفط بديك تعمل شد يوم فينا نحلها بزرف ست جلسات فقط ست جلسات بدون أي ما تضطر إلى أي عمليات لأي مستشفيات لأي شيء أكيد زيني في النهاية ممكن النصائح عشان تكون نتيجة مثالية 100% بعد ما يستخدموا هالتقنية اللي أنت خبرتنا عنها النصائح أنه لما بنعمل هالتقنية أنا عم بعملها لالفيوتر لبعدين للمستقبل نصتنا الخلية وكل شيء يشربوا ماء يعملوا رياضة أكيد الرياضة هي الحل الوحيد والأمثل أكيد يعني في النهاية برجع بذكر مشاهدينا أنه من خلال المقتطفات كان هناك إيميل لزينة بواب إذا عندكم أي مشكلة أو أي سؤال حول أي طريقة بتعالجوا فيها أي مشكلة بتعانوا منها بتقدروا تبعثوا وترسلوا زينة بواب على الإيميل اللي ظهر على المقتطفات شكرا كثير لك زينة بسبوع الجاي نشوفكم بوضوع جديد وحل جديد أكيد أكيد شكرا لأيلك